اشتركوا في القناة وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في بيان استنكر فيه الزيارة إن جيش التحرير الشعبية الصينية في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات استقلال طايوان الانفصالية ونددت الصين ثلاثة بالتصرفات الأمريكية القطيرة جدا في طايوان بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في زيارة أججت التوتر بين القواتين العملقتين وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب هبوط طائرة بيلوسي في طايوان إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل باستمرار على تشويه وإخفاء وتفريغ مبدأ صين واحدة مضيفة هذه الخطوات مثل اللعب بالنهر بالغة الخطورة ومن يلعبون بالنهر سيهلكون بها هذا وفي خبر آخر توصل الملك محمد السادس اليوم برسالة خاصة من رئيس فيدرالية روسيا فلاديمير بوتن وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك على عرش أسلفه الميامين وأعرب بوتن في هذه البرقية عن متمنياته للملك بموفور الصحة والتوفيق وللشعب المغربي بالراخاء والازدهار وأضف الرئيس الروسي العلاقة الروسية المغربية تقوم على التقاليد الجيدة للصداقة والاحترام المتبدل وإني لعلى يقين من أن مواصل التطوير التعاون تنائي البناء في مختلف المجالات يستجيب للمصالح الأساسية للشعبي بلدنا ويخدم تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء